دكتورنا دكتور عبدالعزيز أيضاً نحتاج الحقيقة لو لفتتم النظر حول الفرق ما بين الصبي والفتاة يعني الصبي والفتاة كذلك نتمنى أن يكون وليس الذكر كالأنثى نعم تفضل الله أحفظك أما الفرق أخي الكريم بين تربية الصبي والفتاة فالقواسم العامة للتربية بالتأكيد تشمل كل الجنسة الولد والفتاة سواء من حيث الفرح بقدومه أو من حيث حاجته للتربية والعناية به وإشباع حاجاته النفسية والإنفاق عليه ولكن لأن لكل من الجنسين وظيفة حياتية مختلفة تكمل وظيفة الآخر جاء التوجيه النبوي مؤكداً على تربية البنت وقد يكون لهذا التأكيد جملة دلالات منها إزاحة ما قد يعلق في الذهن من كون البنت تميل للهدوء ويغلب عليها الانقماع أنها لا تحتاج للتربية مثل الطفل الولد الذي يبدو على سلوك الحركة والانطلاق وقد نقول الشقاوة صحة تعبير الشقاوة الحركة والانطلاق ومن ذلك أيضاً كون وظيفة المرأة المستقبلية مهمة جداً كونها تتولى تربية الأطفال في سن مهمة جداً ثم كون الأطفال في تلك السن يحتاجون جهداً مضاعفاً وتعباً فكانت تهيئة التربوي لهذا الدور مهمة كما أن المضامين التربوية تختلف من الولد عنها في البنت وهم نجده متضمناً في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد جاءت أحاديث كثيرة وحسب الأحاديث والروايات يمكن أن أذكر طرفاً منها مثلاً جاء في الأحاديث وبعض رواياتها يتق الله فيهن ويحسن إليهن صبر عليهن وأطعمهن وسقاهن من جدته أدبهن ورحمهن وأحسن إليهن اتق الله فيهن وأحسن إليهن حتى يبن أو يمتن قام عليهن عالهن حتى يمتن أو يموت عنهن يؤويهن ويرحمهن ويكفلهن صبر على لاوائهن وضرائهن وسرائهن أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهن من أنفق على ابنتين أو أختين دوايتين قرابة يحتسب النفقة عليهما حتى يغنيهما فضل الله أو يكفيهما كانت له ستر من النار يحسن إليهما ما صاحبته أو صاحبهما وتلحظ هنا بجلاء التأكيد على الإحسان على الرحمة على المشاركة الوجدانية في حالة الفرح والحزن على الإنفاق دون من فمن خلال ذلك ستجد أن هذا التوجيه بجملته هو الذي يتسق ويتوافق مع حاجات الفتاة